موسيقى السلام عليكم حبايب قلبي الله يسعد إغسيكم ويسعد أيامكم ويسعد كل أوقاتكم إن شاء الله بكل خير وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وحياكم الله أنا اشتقت لكم كتير وما بحب طول عليكم بس يعني شو بنا نعمل إن شاء الله خير حبايب قلبي اليوم حبيت أقدم لكم وصفة عراقية بس كتير كتير طيبة وبتستاهل الواحد إنه صراحة يجربها ويا كلا هي اسمها الفسنجون بداية هلأ رح فرجيكم على المقادير مقاديرها جدا سهلة ومش معقدة وحتى طريقة طبخة جدا جدا سهلة أول شي عنا هون المقادير أنا طبعا هون الجيش أنا عندي هون تقريبا شي كيلو شوايف خادم سحبة عندي هون تقريبا شي كوب جوز وهون بصلي وحدة عندي هون تقريبا شي كوب دبس الرمان وشي ربع كوب أو نص كوب تقريبا شو اسمه طحينة اللي هو اسمه أخواننا العراقيين بقولولو الراشي طبعا هون عندي البهارات للجيش شوية بهار أبيض مع شوية فلفل أسود عندي هيل وهون الملح عندي هون كبايتين أنا حاطة كبايتين رز نقعت ونصاروا شربي شربتهم شربوا ميتهم مثل ما بقولوا أو آخر شي طبعا منتبخون هوني أنا حطيت نقعت شوية زعفران مع شوية ماي ورد وهيل للرز هلأ بداية نخليكن معنا لحتى أسان فرجيكن طريقة التحضير هلأ هيا أنا حطيت أنا بهاي الطنجرة شوية زات لأنه بتعرفوا الطحيني انتو دسمي فأنا بس شوية زات حطيت مشان البصلة لحتى أقلبها هلأ شوية أنا بحمسها للبصلة بنحط عليا ججاج بس أنا منشان منطول الفيديو فطل الحمس والبصلة فراح وقفوا فرجيكن بس نحطوا الدجاج خليكن معنا هلأ هاي البصلة طبعا هاي تصار شكلها يعني أنا ما ردي حمرها هلأ أتحط الدجاج أنا هلأ أتحط الدجاج؟ هلأ أتحط الدجاج؟ هلأ أتحط الدجاج؟ شوية تخليت الماء هي أنا بعد ما عم نقلبها هلأ أنا بحط بهالأطناء طبعا الإبهارات اللي ذكرتها هي ما بتدفق إبهارات كتير يعني صراحة إبهاراتها مش كتير بس شوية إبهارات منشان الدجاج هايزا الملح وعننا هون الهيب هايزا المراهند هايزا الملح هايزا المريك انا بها الاثناء اضع بصر رمال بحرقه. انا بها الاثناء اضع بصر رمال. انا بضع لهم الماء الصخمي المغلية. الماء بدى تكون تقريبا غمرتن مش كثير. يعني شيلتر ماء تقريبا. بالكمية اللي انا عملته. وهلأ بحط بهالأثناء الشو اسمه الطحينة اللي هو الراشي. هلأ بتركن تقريبا شي اشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة لانه متجاج ما دغرب يسوي ما بدو غالي كتير يعني. بعدان مضفة الجوز. هلأ بنتركن لا يغلو. وبس بدي حط الجوز بفرجيكم. خليكن معنا. هلأ حبيب قلبي تركنيهم تقريبا شي اشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة لغلو متجاج كما قلت لكم انه ما بدو كتير يعني غالي. هلأ بحط انا الجوز هوني فاقمنوا. هلأ كمان بنتركن الشي تقريبا شي عشر دقايق مش اكتر. لانه الجوز بس شوي نحن بعد ما بنحطه بنحط الجوز بنتركه يغلي شوي مش كتير. وبنا ننتبه لانه الجوز برصي بالارض. بنا ننتبه يعني نضل نحركن بين فترة وفترة. هلأ ان شاء الله بنفرجيكم الطبق النهائي بالآخر كيف بس نقدمه. وهلأ بنعمل اكيد حدو رز ابيض. هلأ بترككم شي خمسة دقايق وبنعمل مع بعض الرز الاريض. هلأ انا هون حطيت هيدا لبنشان الرزات حطيت انا بهيدا الوعاء ماي وعم بغلي هون لانه بدي اعمل رز مصفة انا. وهون انا قلت لكم دجا انا بنقع الرزات بشوية ملح. هلأ بتلقن فوقن لحتى نسلقن. هلأ كمان بنتركن لحتى يغلو. انا دجا قلت لكم يعني الطريقة كيف هلأ كمان رح قلكن ان شاء الله كيف بس لحتى يغلو فرجيكم الحبة كيف بدا تكون بس بنا نصفيهم يعني ما بدا تكون مستوية كتير كتير ثلاثة ارباع الاستوى تقريبا. هلأ بحط لهم انا ملح وبخليهم يغلو لحين ما انو ببدي صير انا صفيهم وفرجي يكون كيف. هلأ هينا يعني بعد تقريبا بدك ما تكون تقولو شي خمس دقايق سبع دقايق لانو انا دجا نقعيتو بس يكون الرز ما نقوع ما بده كتير سالق. فليكم كيف الحب صارت هيك بدا تكون الحب. يعني ثلاثة ارباع الاستوى بس شايفين حبيت الرز كفية بتنعف نعف. هلأ انا بصفيهم وبفرجيكم على كيف بنا نعملهم خليكم معنا. هلأ يورد حطيتو عالوجه. هلأ بتركن تقريبا شي عشر دقايق او ربع ساعة عنار واطية بحطة يتنبت وان شاء الله نفرجيكم على الشكل النهائي. انا حبيت عم فرجيكم خطوة خطوة كل كل الطبخة والرزات. ان شاء الله هلأ منفرجيكم الشكل النهائي حبيت. خليكم معنا. هلأ منبطي نتركن شوي. وهلأ حبيبي هيدا الشكل النهائي لهاي الاكل اللي هي اسمها فسنجون. حطيناها وصبيناها فرجيناكن على الشكل النهائي. وهيدا الطبق الرز اللي بيتقدم حده. بيطلع الرز اصفر وابيض لانه حطيت انا زعفران بقلبه. وهكي وبيتقدم طبعا حد منها اكيد خضرة. اه شو بيحب الواحد مخللات. اللي هو بيحبه. بس صدقوني صدقوني جبق طعف وانطبق بيستحق التجربة. يعني اللي بيجربوا اول مرة بحب دائما يعملوا. هو صح انه دسم بس كتير كتير طيب. والف صحة وعافية. وبقلكم انا دائما وابدا دائما بقلكم انا كتير 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 بتشكركم على دعمكم لالي وعلى تعليقاتكم وعلى اللي دخلوا لعندي جديد من كل الدول العربية بحييهون حياكم الله واهلا وسهلا فيكن بقناتي وشرفتوني ونورتوني لجميع لجميع الاحباب صراحة يعني اه شي شي الواحد بي بيرفع الراس. وبقلكم مجددا كماني ما تنسوني باللايكات وبالشير وبالسبسكرايب. كل واحد بيدخل لعندي ما ينسى يحط لايك. وان شاء الله دائما ما بتكونوا الا مبسوطين دائما بنقدم لكم الاطباق اللي عم نقدم لكم ياها تكون تعجبكم. واهلا وسهلا فيكن مجددا. وان شاء الله بنلتقي لأطباق الاطباق جديدة. والسلام عليكم.